أكد حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخوه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما على عزمهما تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات وبين أصحاب الأعمال تحقيقا للتكامل بين البلدين الشقيقين جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة صادر اليوم فيما يأتي نصه انطلاقا من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وبين شعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما وتلبية لدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه سلطان عمان قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة دولة إلى سلطنة عمان على رأس وفد رفيع المستوى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من ربيع الأول لعام 1444 للهجرة الموافقة السابع والعشرين والثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2022 للميلاد وقد أجرى قائداء البلدين الشقيقين مباحثات معمقة سادتها روح الأخوة والانسجام تم خلالها التأكيد على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والإشادة بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية النافعة للبلدين الجارين وأكداء على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة ورحبا بالتواصل الفعال بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والديبلوماسية والقنصلية والتعليمية ومجالات البيئة والأمن الغذائي والتقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والمجالات الصحية والدوائية والتطوير العقاري والسياحة والبتروكيمويات والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد والنقل والشراكة اللوجستية وتقنية المعلومات والتقنية المالية وكل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء كما رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون الثنائي وأكد حضرة صاحب الجلال السلطان المعظم وأخوه حضرة صاحب السمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عزمهما على تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل تطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات وبين أصحاب الأعمال وذلك تحقيقا للتكامل بين البلدين الشقيقين كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وأكداء العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز من دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقدم حضرة صاحب الجلال السلطان هيثا بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خالص التهاني لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان بمناسبة فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب ثمانية وعشرون الذي سينعقد في العام الفين وثلاثة وعشرين وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلال السلطان هيثا بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وحكومة سلطانة عمان وشعبها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لسموه ووفده المرافق متمنيا لسلطانة عمان دوام التقدم والازدهار أعرب حضرة صاحب الجلال السلطان المعظم حفظه الله ورعاه عن أطيب تمنياته بمزيد من الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي شقيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة